وللمزيد من المتابعة مشاهدين حول علاقات المصرية الإماراتية انضم إلينا عبر الهاتف جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام أستاذ جميل برحب بحضرتك يعني الإمارات تمثل ثاني أكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر ومصر تمثل خامس أكبر شريك عربي بالنسبة لدولة الإمارات كيف تقيم العلاقات التجارية ما بين البلدين في الوضع الراهن وما هو المأمول مستقبلا هو في البداية طبعا لازم نعرف أن العلاقات بالمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة هي علاقات تاريخية يعني زادت وظهرت جالية بعد ثورة 30 يونيو ودور اللي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدولة المصرية وكما يشيد دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات طبعا زيادة التبادل التجاري بين الدولتين طبعا بيعود بالنفع على الدولتين وبيحقق كل المأمول منه في الجانب الاقتصادي بين الدولتين ويؤكد على متانة العلاقات بين البلدين وأن مصر أيضا على الجانب الآخر هي مصر الدولة أصبحت جاذبة للإستثمارات هناك استثمارات عديدة من الإمارات داخل مصر في كافة المجالات وفي البنية التحتية وفي المجال البنوك وفي المجالات التجارية المختلفة كل ده طبعا بتعود بالنفع على الدولة المصرية وكل ده بيفتح أيضا مجال للمزيد من العلاقات التجارية بين البلدين ويزيد من الاستثمارات الإماراتية داخل دولة الإمارات الداخل مصر نعم وجدنا سواء جميل يعني العديد من كبار رجال الأعمال الإماراتيين يعني يعلنوا عن وصولهم إلى مدينة العالمين الجديدة للبدء في استثمارات في مصر طيب يعني هناك تطابق في الرؤى ما بين مصر والإمارات في العديد من القضايا في رأيك كيف يسلم ذلك في تعزيز العمل العربي المشرك لمجهة العديد من التحديات الإقليمية المتنمية هو بالطبع في الوقت الحالي طبعا هناك أزمات اقتصادية عديدة على مستوى العالم طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام وأيضا في ظل حالة الاستقطاب العالمي اللي بتتم في الوقت الحالي من القوى الكبرى والقوى الفعلة فطبعا التنسيق والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر في الوقت الحالي يؤكد على أن التكامل العرب العربي هو السبيل الوحيد للخروج وعضور هذه الأزمة بشكل سليم وأن التكامل أيضا العربي على كافة المجالات السياسية والاقتصادية هو ده المأمور خلال المرحلة المقبلة للتغلب على الأزمات الاقتصادية العالمية ومن أجل تحقيق الأمن القومي العربي بالمفهوم الشامل نحن نعطي في الوقت العديد المنطقة بها العديد من الأزمات اللي بتؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة لكن هناك طبعا تنسيق وتطابق في وجهات النظر بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المناحية السياسية والمناحية الأمنية في المنطقة وهو التنسيق العربي العربي أيضا يؤدي إلى الاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تحقيق السلام بين داخل الدول العربية نعم يعني لا نبالغ أستاذ جميل لو قلنا أن هناك توأمة في العلاقات ما بين مصر ودولة الإمارات أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام أشكرك شكرا جزيلا